عن فكرة غريبة فصمم قفصا حديديا يضعه حول رأسه كلما خرج من البيت ليمنع نفسه من التدخين حيث يبقى مفتاح القفص في عهدة زوجته أو ابنته أما في المنزل فلا داعي للقفص طالما أنه تحت رقابة العائلة حتى اللحظة لم يقلع يقال عن التدخين بعد لكنه فقد جزءا من وزنه بسبب قلة الأكل بسبب هذا القفص الحديدي